بسم الله الرحمن الرحيم وهمزة الوصل إذن درسنا في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى هو الحديث عن همزة الوصل وهمزة القطع عرفنا في المحاضرة السابقة الفرق بين هاتين الهمزتين من حيث الكتابة فقد عرفنا أن همزة الوصل تكتب بهذا الشكل كالألف وأن همزة القطع تكتب بهذا الشكل ألف وفوقها رأس عين صغيرة أو ألف وتحتها رأس عين صغيرة وكلاهما يقع في بداية الكلمة الآن نريد أن نعرف ما الفرق بين الهمزتين من حيث النطق بعد أن عرفنا الفرق بينهما من حيث الكتابة من حيث الكتابة أصبح الفرق واضحا ولكن نريد أن نعرف الفرق بينهما من حيث النطق همزة الوصل لو أخذنا فعل مثل استغفر المؤمن ربه استغفر نجد أن عند الابتداء بنطق هذه الكلمة نقول استغفر استغفر فهذه الهمزة منطوقة منطوقة لأنها وقعت في بداية الكلام ولكن حين نجعل قبلها واو مثلا فإن هذه الهمزة تختفي من النطق وإن كانت مكتوبة لأننا سنقول الآن واستغفر واست لاحظ أننا نطقنا الواو ثم نطقنا بعدها السين مباشرة فقلنا واستغفر واستغفر فهذه الهمزة كأنها غير موجودة من حيث النطق لذلك هذه الهمزة همزة تنطق في أول الكلام ولكنها تختفي إذا سبقت بحرف كحرف الواو أو الفا إذن هي منطوقة عند ابتداء الكلام لا غير هذه هي همزة الوصل في حين أن عندنا همزة القطع مثل أحمد تنطق تنطق في ابتداء الكلام لذلك إذا ابتدأت الآن تقول أ أحمد وإذا جعلت قبلها واو فإنك تقول وأحمد وأ وأ وأحمد إذن هذه الهمزة نطقت في بداية الكلام وفي درج الكلام في وسطه في حين أن همزة الوصل نطقت في أول الكلام ولكنها اختفت حين سبقت بحرف لذلك يقولون إنها تسقط في درج الكلام في حين أن همزة القطع ثابتة في وصل الكلام يعني في درج الكلام أو في ابتدائه لذلك هي همزة تنطق في ابتداء الكلام وتنطق إذا سبقت بحرف أيضا إذن الآن عرفنا الفرق بين الهمزتين من حيث الكتابة وعرفنا الفرق بين الهمزتين من حيث النطق وكلاهما يقع في بداية الكلمة بقي الآن أن نتعرف على أمر آخر مهم جدا وهو متى تكتب الهمزة في أول الكلمة همزة وصل ومتى تكتب همزة قطع ومتى تكتب همزة قطع ومن المهم جدا أن تعلم أن القاعدة في التفريق بينهما من حيث المواضع بنيت على الشكل الآتي نعرف هل الهمزة همزة وصل أو همزة قطع من خلال معرفة نوع الكلمة هل الكلمة حرف أم الكلمة اسم أم الكلمة فعل إذن سنتحدث عن الهمزة في أول الحروف لأننا نتحدث عن همزة الوصل وهمزة القطع وهما لا تقعان إلا في بداية الكلمة سنتحدث عن قاعدة الحرف المبدوء بهمزة متى تكون الهمزة في همزة وصل ومتى تكون الهمزة وهمزة قطع ثم نتحدث عن الاسم المبدوء بهمزة متى تكتب همزة وصل ومتى تكتب همزة قطع ثم نتحدث عن الفعل المبدوء بهمزة متى تكتب الهمزة في أول همزة وصل ومتى تكتب همزة قطع إذن أعود وأقول مرة أخرى يجب عليك من أجل معرفة مواضع كتابة همزة الوصل وهمزة القطع أن تحدد نوع الكلمة أولا هل هي حرف أم اسم أم فعل إذن ضبط القاعدة يكون عن طريق معرفة نوع الكلمة التي وقعت فيها هذه الهمزة ومن هنا إن شاء الله تعالى سنبدأ في الدرس القادم بإذن الله